الشهر ميداني ينبق إلى 113 شخصا في أعمال العب في سوريا أعمال الحسن وضو انتحاد للتنصيقية الثورة في محافظة الناديقية تحدث لسامير ونبي عم الوضع الميداني في تحدي المحافظة الآن أمباء عن قطف القرداحة منقل الرئيس الشارلتان الجيش الحارس يخطف فراء برج القطف وموطن خان وقريد حكرو وموضع الآن تحت طيبرة الجيش الحار في هذه المنطقة أما الوضع الميداني في المنازقية للمتظاهرين خرجت مضاعرات في منطقة الصيبة ومنطقة الثاني الحميمي ومنطقة الثاني السمكي على أثر أطلقت قوات الأمن النار على المظاهرين العزال في الريف الثامن حيث بالأمن استشهد بمعركة 30 شئي من اللازقية واليوم جنش الحر حرر هذه المنطقة بإعصابات وشبيحة الأساء في اللازقية الوضع مستوي جدا عمر الحسن عضو اتحاد تنسيقية الثورة في محافظة اللازقية على صعيد دولي أعلن الرئيس الفرنسي